اشتركوا في القناة ونحظ انها بتوافق وفعلا محدش بياخد باله ولما بيعدي الموقف على خير بيتكلموا هم الاتنين مع بعض وبنعرف ان الطفل ده اسمه الليو ولما بتسألوا لينا عن الناس اللي كانت بتطرده بيقول لها انه ما يعرفهمش وانه بس كان عايز يهرب منهم وبعد كده بيطلب منها انها تاخده ويعيش معاهم بحيث ان هي تبقى والدته ولكن طبعا لينا مش بتوافق وبتقول له ان دي خطوة مش كويسة وانه المفروض يرجع لولدته الحقيقية وفي اللحظة دي بيرد ليه وبيعرفها ان عمره ما قابل والدته الحقيقية وانه طول حياته عايش مع والده بس وحتى كمان والده مش قادر يوصل لمراته فبتتأثر لينا ولكن طبعا ما بتكونش قادرة تساعده وعلشان كده بتسيبه في النهاية وبتمشي ولكن بنتها واللي بيكون اسمها ريم بتتكلم مع ليه وبتوصف له البيت بتاعهم وبتقول له انه لو حب في اي وقت يجي زورهم هم هيرحبوا بيه جدا ولما بيمشوا بنتفاجأ بعربية فخمة جدا بتوصل للمكان والرجالة اللي كانوا بيطردوا ليه بيرجعوا مرة تانية وفي اللحظة دي بنكتشف ان والد ليه يبقى رجل اعمال كبير جدا وبيمتلك اكبر نسبة من الشركات في البلد وبيتضح كمان ان ليه كان عايز يهرب من والده علشان يروح هو يدور على والدته الحد ما يلاقيها فبيتكلم معاه جون والده وبيصلحه وبيبقى واضح ان هما الاتنين علاقتهم ببعض كويسة جدا وعلشان كده بيحكيلوا ليه عن الموقف اللي حصل من شوية وان لينا ساعدته هي وبنتها وواضح كده انهم اشخاص كويسين فبيقرار جون انه يروح يزورها في البيت علشان يشكرها ويجب لها هدايا معاه وعلى الجانب التاني بنروح مع بعض اللينا لما بتوصل للبيت عندها وللاسف بيبقى فيه صدمة كبيرة مستنياها وده لان جزها بيعترف بخيانته ليها وبيعرفها كمان انه تجوز واحدة تانية اصلا وساعتها بنعرف ان لينا كانت مسافرة طول الفترة دي ولما رجعت اتصدمت ان جزها كان بيخنها وكمان بقى عنده اطفال من مراته التانية اما بالنسبة لريم بنت لينا فهي برضو مش بنت جزها ده ولكن هنعرف التفاصيل دي قدام شوية وبنرجع من تاني لينا لما بتتصدم من خيانة جزها ليها واللي كان كمان بيتعامل معها باسلوب سخيف هو ومراته لدرجة انهم بيضربوها وبيوقعوها على الارض ولكن في اللحظة دي بيوصل بطلنا جون اخيرا واللي كان جاي علشان يشكر لينا على مساعدتها لابنه بس بيشوف الوضع واللي بيحصل طبعا وعلى طول بيقف صفها وبيدافع عنها بكل شجاعة ومش بس كده ده كمان بيخليها تاخد حقها منهم وليو بيتكلم قصادهم كلهم وبيبقى عايز يدايقهم بأي شكل فبيقول ان والده جون هيتجوز لينا وبيبقى قايل كده بس علشان يستفز جزها والمفاجأة بقى ان هما لما بيفكروا في الموضوع ده بيبقوا شايفين ان هي دي الخطوة الصح فبيقرر جون انه يتجوز لينا بشكل ظاهري بس علشان يقنع ابنه ان هي دي امه اللي كانوا بيدوروا عليها فبيروحوا فعلا وبيسجلوا عقد الجواز وبيقرروا من اليوم ده انهم يعيشوا في علاقة جواز مزيفة ولكن لان جون ما يعرفش اي حاجة عن لينا فبيبقى خايف طبعا لحسن تكونت معنا في املاكه وصروته وعلشان كده بيمثل عليها انه شخص بسيط خالص ومش بيعلن عن هويته الحقيقة وعلى الرغم من ان ليو بيبقى حابب الصراحة وبيحاول اكتر من مرة يقول الحقيقة بس طبعا جون بيمنعه وبيبقى معا حق الصراحة في النقطة دي خصوصا انه المفروض يعني ما يعرفش اي حاجة عن لينا فبيمر الوقت وبيروحوا كلهم علشان يرجعوا للبيت بس طبعا جون مش بيقدر يروح بيته الاساسي لانه بيبقى عبارة عن اصر فبيخدهم وبيروحوا شقة عادية وبيقنع لينا انه هو دا بيته وانه مجرد شخص بسيط وفي الحقيقة هي ما بتكونش مهتمة اصلا بكل ده ولا بتحاول تخدعه باي شكل من الاشكال وبيبقى كل غرضها بس انها تقف جنب جون لحد ما يلاقي والدة ليو الحقيقة وساعتها هينفصلوا عن بعض لان في الاول وفي الاخر علاقتهم مزيفة وبعد شوية بتبدأ حقيقة لينا تظهر اكتر وبنعرف قد ايه هي انسانة كويسة وده لانها بتقول لجون ان هي هتشارك معاه في دفع ايجار الشقة وان عندها دلوقتي اصلا مقابلة شغل فبتسيبه بالفعل وبتروح علشان تحضر المقابلة دي والمفاجئة بقى انها بتكون رايحة تقدم في واحدة من شركات جون واول ما بيعرف ليو حاجة زي دي على طول بيتصل بمساعد والده وبيقوله ان في واحدة جاية تعمل مقابلة اسمها لينا وانه لازم طبعا يقف في صفها ويخليها تنجح بأي طريقة فبنروح للينا وبنكتشف ان للأسف المقابلة بتاعتها ما مشيتش بشكل كويس وان المدير كان عمالي يتنمر عليها بسبب ان هي عندها طفلة وعايزة تشتغل ولكن فجأة بيدخل مساعد جون وبيرحب جدا بلينا وكمان بياخد حقها من المدير والموظفين اللي التريقوا عليها فبتقف هي طبعا مصدومة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل ولكن في نفس الوقت ده بتكون سعيدة جدا علشان اخيرا هتقدر تشتغل وتوفر فلوس وفي نهاية اليوم بيتجمعوا كلهم في البيت وبيفضل الوضع ماشي بشكل طبيعي خالص وساعتها بنلاحظ ان ليو وريم بقوا اصدقاء جدا وهم الاتنين طبعا مقتنعين باللي بيحصل وحاسين ان هي دي اسرتهم الحقيقية وقبل النوم بيقف جون وبيتكلم مع لينا وبيفكرهم ان علاقتهم دي عبارة عن تمثيلية بس مش اكتر وبيقول لها ان في حدود لازم محدش يتعداها فبترد لينا وبتعرفوا انها فهمة ده كويس اوي وان هي هتختفي من حياته تماما بمجرد ما يلاقي والدة ليو الحقيقية بس الغريب في الموضوع بقى ان جون نفسه ما بيكونش عارف مين هي والدة ليو وده لان علاقته بيها كانت عبارة تماما وتقابله يوم واحد بس من 6 سنين وساعتها كمان ما كانش في وعيه بسبب انه كان شارب كحولي كتير جدا وبعدها بفترة هو عارف ان البنت دي بقى تحامل منه وسبت له الطفل ده واختفت من ساعتها ولما بنرجع مرة تانية لجون بنشوف وهو رايح الشغل تاني يوم وبيبقى معا ليو فبيدخل الشركة وطبعا كل الموظفين بيرحبوا بيه وبيبقوا مندهشين جدا بشخصيته لان المدير ورئيس اكبر الشركات في البلد ولكن المفاجأة بقى ان في اللحظة دي بتدخل لينا وبتبقى هي كمان جاية علشان تبدأ اول يوم ليها في الشغل فبيجري جون بسرعة علشان ما تاخدش بالها منه وده لان زي ما وضحنا هو قرر يخبي عنها حقيقته ومش عايزها تعرف انه شخص غني فبنرجع للينا وبنشوف ان اول يوم ليها للأسف ما كانش احسن حاجة وده لان زمايلها بيبدأوا يتعاملوا معاها بطريقة وحشة جدا وطبعا بيبقوا عايزين يفرضوا شخصيتهم عليها وبيفضل الوضع ماشي بشكل سخيف لحد ما فاجأة بيظهر ليو وبيبقى جاي يدافع عنها قول ان الموظفات دول بيبقوا عارفين انه ابن رئيس الشركة فبيسمعوا كلامه طبعا وكمان بيعتذروا للينا علشان تسمحهم وبعدها بتستغرب لينا طبعا وما بتكونش فهمة اي حاجة ولا تعرف هو ليو اصلا بيعمل ايه هنا فبتسأله وبتستنى انه يجاوب ولكن هو بيوعدها انه هيعرفها كل حاجة ولكن بشرط انها تيجي معاها وبالفعل ليو في اللحظة دي بيبقى مقرر انه يعترف لها بحقيقة والده ولكن بيبقى عايز يعزمها الاول في مكان فخم علشان ما تتضيقش لما تعرف الحقيقة وبيغيروا هدومهم وبعد شوية بيوصلوا هم وريم لمطعم كبير جدا والحد دلوقتي لينا ما بتكونش فهمة اي حاجة وقبل ما بيتكلم ليه وبيشرح للاسف بنكتشف ان جوز لينا القديم موجود في المكان مع مراته وابنه التانين وطبعا مش محتاجين نقول انهم بيعملوا مشاكل علشان بس يقزوها زي ان مثلا ابنه بيروح وبيضرب ريم وبيوقعها على الارض وده بيتسبب في ان تمثال بيتكسر وبيبقى ثمن وغالي جدا فبيفضل جزء القديم يتاريق عليها وبيبقى مبسوط انها مش هتقدر تدفع حق التمثال وبيبدأ الوضع يخرج عن السيطرة لحد ما فاجأة بيوصل جون بنفسه وبيبقى معارج جلته واول ما بيدخل للمكان بيدافع عن لينا وبيقف في صفها ولما بيسأله صاحب المطعم هو يبقى مين طبعا مش بيقدر يعترف بالحقيقة لانه كده هيكشف نفسه قدام لينا فبيضطر يقول انه السواء الخاص برئيس الشركات الكبير والحصن الحظ انه محدش بيبقى عارف انه هو نفسه اصلا رئيس الشركات فبيصدقوه ولكن في نفس الوقت ده بيتنمر عليه جوز لينا القديم وبيقول انه مجرد سواء وعلى الرغم من انه يقدر يدافع عن نفسه وينتقم منهم كلهم ولكن برضو بيفضل ساكت ومش بيعترف بحقيقته وفي اللحظة دي بقى بتزيد المشكلة اكتر واكتر وده لان في بنت بتدخل للمكان وبيبقى اسمها نيعا فبتتكلم وبتعرف عن نفسها وبتقول ان هي تبقى خطيبة رئيس الشركات الكبير وانها مش مبسوطة خالص بكل اللي بيحصل ده وطبعا ما بتكونش عارفة اصلا ان رئيس الشركات اللي هي تقصده يبقى واقف قدامها وده لان عائلتها وعائلت جون فعلا قرروا يخطبوهم لبعض ولكن كمصلحة مش اكتر وبالتالي هم الاتنين لسه ما يعرفوش بعض فبيفضل الوضع ماشي بشكل فوضوي وجون ما بيكونش قادر يتصرف لحد ما اخيرا بيجي المساعد بتاعه واللي دايما بينقزه من المواقف دي فبيقول ان رئيسه بعته مخصوص علشان يقف في صف لينا والسواء بتاعه والحصن الحظ انه بيكون زكي جدا لدرجة انه بيخلي نيان تعتذر عن اسلوبها والكل بيقتنع بكلامه ولكن بيبقى واضح كده ان للأسف نيان مش نوية على خير اطلاقا وده لانها بتشتغل في نفس الشركة اللي شغالة فيها لينا وفي مرة بيكون جون جايب عربيته علشان ياخد لينا ويوصلها بس لما بيوصل كالعادة بيلاقي نيان وقفة تتكلم معاها باسلوب مش كويس ولما بيقرب هو كمان بيتفاجأ باسلوبها معايا برضو وطبعا كل ده هي ما تعرفش انه الشخص اللي المفروض يكون خطبها هو رئيس كل الشركات دي ولما بتتكلم معا لينا وبتسأله عن العربية بيقول لها انه شغال سواء لمديره وبالتالي دي طبعا تبقى عربية مديره فبتصدقه طبعا ولكن بردو نيان بتفضل تقلل منهم بكلامها وعلشان كده بيتدايق اللي وبيبقى عايز يدافع عنهم فبيدخل العربية وبيجيب محفظة ابوه وعلى طول بيطلع وبيتكلم مع نيان وبيوريها البطاقة وطبعا هي اول ما بتشوف ان مكتوب فيها هويته الحقيقية بتتصدم وبتعرف انه عامل الفيلم ده على لينا بحيث ما يعرفهاش حقيقته فبينتهي الموقف وبتمشي نيان بعد ما عرفت السر ده وساعتها بتتكلم معا لينا وبتسأله عن التفسير اللي بيحصل فبيضطر يكذب عليها تاني للأسف وبيقول لها ان البطاقة دي مزورة وانه عملها مخصوص بس علشان يوريها للناس وبالتالي الكل هيحترمه ومحدش هيدايقه فبتضطر لينا انها تصدقه برضه ولكن طبعا بتبقى متضايقة من الحركة دي وحتى لما بترجع معاه البيت بتاخد منه البطاقة وبتقطعها وبتقول له انه المفروض يعيش حياته بشكل كويس من غير ما ينتحل شخصية اي حد وطبعا هو بيبقى مضطر انه يتظاهر ان كل شيء بخير علشان هي تفضل ما تعرفش عنه اي حاجة ولكن بعدها على طول بيتصل بالمساعد بتاعه وبيقول له يعمله بطاقة تانية في اسرع وقت بدل اللي تقطعت وتاني يوم بتكون لينا عايزة تشتري عربية جديدة يكون سعرها بسيط علشان تروح بيها الشغل فبينزلوا كلهم مع بعض وكالعادة جون مش بيعلن عن هويته الحقيقية لاي حد فبيبدأ ليو يتحرك في المكان وبيشوف العربيات اللي موجودة ولكن العاملة اللي شغال هناك بتتكلم معاه وحش وبتقول له ما يلمسش اي حاجة غالية وعلى الرغم من ان جون بيكون قادر يشتري المكان كله طبعا ولكن برضو مش بيقدر ياخد اي خطوة اطلاقا واللي بيخلي الموضوع يزداد سوق بقى ان فجأة جوز لينا القديم بييجي هو ومراته والصدفة بتجمعهم مع بعض من تاني فبتحصل مشاكل كالعادة وبيتخنقوا كلهم في معرض السيارات ولكن المرة دي جون بيبقى موجود وبيعرف يدافع عن لينا كويس قوي وفي الوقت ده بتروح العاملة اللي في المكان وبتتكلم مع صاحب المعرض وبتقول له ان في مشكلة كبيرة حصلة تحت وان في عميل غني جاي يشتري عربية فبينزل صاحب المعرض طبعا واول ما بيشوف جوز لينا بيتعامل معاه بأسلوب كويس جدا وده لانه عايز يرضيه بحيث انه يشتري منه احسن عربية في المكان ولما بيعرف ان جون ولينا هم اللي سببوا له المشاكل فعلى طول بيبعت لهم حد علشان يطلب منهم يسيبوا المكان ويمشوا ولكن ساعتها بتروح لينا بكل شجاعة وبتتخانق معاهم مرة تانية وبتقول ان من حقها تبقى موجودة هنا وتشتري العربية اللي هي عايزاها ولما بتقول ان في عربية عجبتها بالفعل وسعرها مناسب بالنسبة لها بنتفاجأ ان جزه القديم بيرد على طول وبيقول انه هيشتري نفس العربية بضعف التمن فبتختار لينا واحدة تانية وبتبقى عايزة تتجنب المشاكل ولكن هو برضو بيرده بيقول انه هيشتري نفس العربية بسعر اعلى وفي اللحظة دي بتقرر لينا تستخدم زكائها وعلى طول بتشاور لصاحب المكان علشان تتكلم معاه على انفراد وبتقوله انها تقدم له خدمة كبيرة قوي مقابل مبلغ مالي هتشتري بي عربية من عندهم وبالفعل بيحطوا خطة مع بعض وبيرجعوا للباقي مرة تانية فبتبدأ الخطة وبنشوف لينا وهي بتشاور على العربية علشان تشتريها وكالعادة جزه القديم بيزايد عليها وبيعرض سعر اعلى فبتفضل لينا تعمل كده وهو كمان بيفضل يحط سعر اعلى وما بيكونش عارف ان كل الفلوس دي بتضاف على الفاتورة بتاعته وبنعرف ساعتها ان لينا ما كانتش هتشتري اي عربية من دول اصلا وانها عملت كده بس علشان تستفز غروره وبالتالي يدفع فلوس بدون اي داعي والحصن الحظ ان الخطة دي بتنجح بالفعل وفي النهاية بيضطر جزه القديم يقعد علشان يمضي على عقود كل العربيات اللي قال انه هيشتريها وعلى الرغم من ان المبلغ بيكون ضخم جدا ولكن طبعا بيتطر انه يوافق علشان شكله ما يكونش وحش قدام لينا وجون ولما بيدفع الفلوس خلاص بتتكلم لينا مع صاحب المعرض وبتقوله ان كده خطتهم نجحت بالفعل وعلى طول هو بيكمل دوره من الاتفاق وبيديها عربية هدية زي ما اتفقوا في البداية فبيتعصب جزه القديم طبعا وما بيكونش مستوعب اللي بيحصل وكمان مراته بتتخانق معاه وبتضربه فبتخرج لينا بعدها وهي مبسوطة جدا بالله حصل خصوصا انها قدرت تجيب عربية بدون ما تدفع اي فلوس خالص بس للأسف برضو الوضع عندها في الشركة بيكون لسه سيء جدا وده لان نيان بتكون مضايقة جدا من وجودها وعايزة تسبب لها اي مشاكل بأي طريقة ممكنة خصوصا انها دلوقتي عرفت ان لينا تبقى هي مرات جون الحقيقية وبالتالي هم الاتنين لازم ينفصلوا علشان تقدر تكون خطبته وتقرب له اكتر فبتفضل نيان تدايقها في الشغل وكمان بتجبرها تقدم الاستقالة وكل ده بتبقى عمالة تستخدم سلطتها كخطيبة جون فبيضطر مدير لينا انه يوافق على قرار الاستقالة ده وبيبقى مستني منها تكتب الجواب مش اكتر بس اول ما بيعرف جون باللي حصل ده على طول بيتواصل مع مدير لينا وبيبلغه بالوضع الحقيقي وبيقوله ان لينا لو مشيت من الشركة مش هيحصل كويس وبينبه عليه انه لازم دايما يقف صفها هي مهما كان الشخص اللي واقف قدامها وبيبقى واضح كده انه فعلا بدأ يحبها ويهتم بيها خصوصا انه اصبح ندمان علشان خب عنها حقيقته من الاول ولما بنرجع تاني لينا بنشوفها وهي قعدة في البيت وبتكتب جواب الاستقالة بتاعها علشان تبعته للمدير بس فجأة بنلاقي الباب بيخبط وبيروحوا الاطفال علشان يفتحوه والصدمة انه بيكون مدير لينا بنفسه جاي يعتذر لها وبيطلب منها تفضل شغالة معاهم كمان فبيدخل علشان يكلمها وعلى طول بيعتذر عن سوء التفاهم اللي حصل وطبعا مش بيجيب سيرة ان جون هو اللي كلمه وفي النهاية بيقدر يقنعها انها تفضل موجودة معاهم في الشركة وبيقول لها كمان انها تاخد مرتب اكبر بكتير من اللي كانت بتاخده في البداية فبتتصدم لينا طبعا وما بتكونش فهم ايه اللي بيحصل ولكن في النهاية بتوافق وهي مبسوطة ولما بترجع الشغل تاني يوم وبتشوفها نيان طبعا بتبقى مصدومة ومش عارفة هي ازاي لسه موجودة فبتروح وبتتكلم مع المدير وبتسأله بس ساعتها بقى بيرد عليها بكل صراحة وبيقول لها ان ده قرار الرئيس جون بنفسه وبالتالي هو مش في ايده اي حاجة يعملها فبتقرر نيان انها تفضل تدايقها بكل الطرق الممكنة في الشغل زي انها بتخليها تشتغل كتير وتعمل مهمات مش مطلوبة منها ولكن بردو لينا بتكون قادرة تستحمل كل ده وبتفضل تقاوم وفي البيت بنرجع مرة تانية الجون اللي بيبقى واضح كده انه بدأ يحس بمشاعر ناحية لينا فبنشوفها وهي بتتكلم معاه وبتسأله عن والدة ليو الحقيقية وبتفكروا ان كان في بينهم اتفاق وهو ان علاقتهم دي هتنتهي لما يلاقي والدة ليو بس اللي واضح دلوقتي بقى انه مش بيدور حتى عليها وكأنه مبسوط بوجودهم مع بعض وبعدها بيجوا الاطفال وبيبقوا عايزين يتجمعوا كلهم مع بعض فبيطلبوا منهم يناموا ساوى كلهم وطبعا دي خطة بيبقوا حطنها الاطفال علشان يقربوهم من بعض مش اكتر وفعلا الخطة بتنجح وبيبقى واضح ان علاقة جون ولينا بتتطور يوم عن التاني وبعدها بيمر الوقت وبتروح لينا للشركة بس للأسف بيبقى فيه مصيبة كبيرة مستنياها وده لان نيان بتبقى مجهزة فخة لها علشان تقدر تنتقم منها وتنهي علاقتها بجون تماما فبتقدر انها تخليها تدخل اوضة فاضية واسعاتها بتخلي حد يقفل الباب عليها بحيث تفضل محبوسة جوه ومش بس كده ده لما وقت الشغل بينتهي وكل اللي في الشركة بيمشو بتتصل نيان بجوز لينا القديم وبتطلب منه ييجي ينتقم منها زي ما هو عايز وبيبقى واضح كده ان نيان دورت كتير قوي وعرفت المشاكل اللي حصلة ما بين لينا وجوزها القديم وبالتالي هي فهمة ان ده اكبر عدو بالنسبة لها فبيفضل الوقت يعدي وللاسف بيوصل جوزها القديم فعلا وعلى طول بيقرب منها بشكل مش كويس وبيبقى عايز يأذيها وعلى الجانب التاني بيكون جون بدأ يحس بغياب لينا ومستغرب انها تأخرت لحد دلوقتي فبيتحرك وهو الان عليها وبيتمنى ان ما يكونش حصل لها اي حاجة اما بالنسبة لنا بقى فبتفضل تقاوم الشخص ده وكمان بتقدر تضربه علشان يبعد عنها بس طبعا هو بيكون اقوى منها ولكن لحصن الحظ ان قبل ما يحصل اي حاجة بيوصل جون اخيرا وبينقذها من الموقف السخيف ده وكمان بيدربه وبينتاقم منه والان نيان بتبقى موجودة لسه في الشركة فبتدخل معاه وبتتظاهر انها بريئة وملهاش اي علاقة باللي حصل ده فبيتكلم جوز لينا القديم وبيقول انه مالوش زنب اطلاقا وان هي اللي اثرت عليه وطلبت منه ييجي كمان بس الان جون بيبقى واثق فيها جدا وعارف ان الكلام ده مش حقيقي فبيفضل يضربه بكل قوته وبينتقم منه وبياخد حق لينا بكل سهولة وفي الوقت ده بيكون ليوتاب جدا من التمثيلية اللي بتحصل ده بسبب ان جون مخبي حقيقته عن لينا فبيقعد هو يتكلم معاها وبيعترف لها بالحقيقة وبيقول لها ان والده يبقى هو جون رئيس اكبر الشركات في البلد فبتتصدم لينا طبعا وما بتكونش مسدقة ولكن ليو بيأكد لها كلامه ده ولما بييجي جون بعدها وهي بتسأله طبعا بيضطر يعترف بالحقيقة وبيقول ان ليو معاها حق فبتتصدم لينا وبتزعل منه جدا وبتحس انها كانت عايشة في وهم كبير طول الفترة اللي فاتت فبتاخد ريم وبتعرفه ان علاقتهم انتهت لحد هنا وانها هتسافر تاني علشان تبعد عنه تماما وبالفعل تاني يوم بنشوف جون وهو قاعد وفاجأ بيجي المساعد بتاعه وبيوصل له جواب من لينا فبياخدوا ليو وبيفتحوا وبيتصدم انه عقد منها علشان تطلب الطلاق وكمان بتعرفوا انها خلاص مسافرة وكل حاجة بينهم انتهت بس طبعا اول ما بيعرف جون اللي بيحصل ده على طول بيتحرك بعربيته وبيرفض ان علاقتهم تنتهي بالشكل ده والحسن الحظ انه بيقابلها قبل ما توصل للمطار وبيفضل ماسك في شنطتها وبيقول لها انها لازم ترجع معاه وعلى الرغم من ان لينا بتكون رفضة وحب الموضوع ينتهي لحد هنا بس برضو هو بيصمم وبيقدر يخليها تغير رأيها وبعد كام يوم بنشوف جون وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيكون طالب منه يدور اكتر عن والدة ليو الحقيقية وعلى الرغم من ان كان في بينهم لقاء واحد بس من 6 سنين ولكن المساعد بيبلغوا انهم هيقدر يوصلوا الاخبار مهمة جدا في فترة بسيطة وفي الوقت ده بيكون في علامات غريبة جدا بدأت تظهر قصاد جون زي انه في مرة بيسمع لينا بتتكلم مع بنتها وبتحكي لها عن ازاي هي قبلت والدها الحقيقي والمفاجأة بقى ان نفس القصة والتوقيت بتاعها بتبقى حصلت بالزبط مع جون من 6 سنين فاتت فبيبدأ يستنتج ان هي دي والدة ليو الحقيقية خصوصا ان تفاصيل القصة بتبقى هي هي نفسها من كل حاجة ولكن للأسف قبل ما يتأكد بشكل كامل بتحصل مشكلة تانية بتخليه يرجع لنقطة الصفر وده لان جد جون بيكتمع بيهم كلهم في مرة وكمان بيبقى معاهم نيان اللي هي المفروض يعني خطبته فبينشوف جد جون وهو متعصب ومتدايق من وجود لينا خصوصا انه كان اتفق مع اسرة نيان ان بنتهم هتتجوز جون قريب جدا فبيضطر جون ساعتها يتكلم وبيقول انه اكتشف الحقيقة وان لينا تبقى هي البنت اللي قابلها من 6 سنين واللي تبقى والدة ليو الحقيقية وبالتالي هو مش هيستغنى عنها ابدا فبتتصدم لينا طبعا وما بتكونش مستوعبة اللي بيحصل ده ولكن للأسف نيان بتبقى عارفة كل ده اصلا وحتى خطة من بدري فبينشوفها وهي بتتكلم وبتنفي كلامه كله وبتقول ان البنت اللي كانت معاه من 6 سنين تبقى هي مش لينا وكمان بتحكي كل التفاصيل اللي حصلت اليوم ده علشان تثبت ان كلامها صح فبيبدأ جون يحتار وما بيكونش فاهم اي حاجة وعلشان كده بيقرر يعمل تحليل طبي لهم كلهم علشان يقارن النتيجة بعينت ليو وبيقول ان النتيجة اللي هتطابق معاه هتبقى هي والدته فعلا بس المفاجأة بقى ان نيان بتبقى سبقاهم بخطوة هنا وبتكون متفقة مع الدكتور المسؤول عن التحاليل دي فبينشوفه وهو بياخد العينات اللي بيوصلها مساعد جون بنفسه ولكن للأسف بيزورها وبيخلي النتيجة تبان وكأن نيان هي والدة لايو الحقيقية وطبعا الخبر ده بيكون صاعق بالنسبة لهم كلهم خصوصا لايو اللي بيتعب فورا اول ما بيسمع الكلام ده وللأسف بيفقد وعيه فبيتحركوا كلهم في اسرع وقت وبينقلوه للمستشفى وطبعا لينا بتكون معاهم علشان تطمن عليه لان حتى يعني لو هو مش ابنها الحقيقي فهي عاشت معاه فترة طويلة وبقت معتبراء ابنها زي ريم بالزعب ولما بيعد الوقت وبتبدأ حالة لايو تستقر شوية بتروح لينا وبتقعد مع جون علشان تتكلم معاه وبتقوله ان ده انسب وقت علشان ينهو كل حاجة ما بينهم خصوصا انه دلوقتي قدر يلاقي والدة لايو الحقيقية وبالتالي المفروض يكمل معاها حياته بس الغريب ان جون ما بيكونش راضي خالص عن النهاية دي وبيبقى شايف ان حياته كانت احسن بكتير لما كانوا عايشين مع بعض وعلشان كده بيقعد في مرة وبيتكلم مع المساعد بتاعه وبيطلب منه يدور اكتر في الموضوع ده فبيرد المساعد وبيقوله ان فعلا في حاجة غريبة بتحصل خصوصا ان الدكتور اللي كان مسؤول عن تحليل العينات اتضح انه كان على علاقة بنيعا وبيعدي الوقت الحد ما اخيرا بتظهر الحقيقة وبيروح مساعد جون مع رجالته علشان يقبضوا على الدكتور ده وبيخلوه كمان يعترف بكل حاجة وتاني يوم بتيجي نيان لبيت جون وبتبقى فاكرة ان خطتها خلاص نجحت وهتقدر تاخد اللي هي عايزها بس بتتصدم ان لينا موجودة معاها وهم اللي اتنين قاعدين جنب بعض وساعتها بيقف جون وبيتكلم معاها وبيقول لها انه خلاص بقى عارف كل حاجة وانه كمان كشف حقيقتها قبل فوات الاوان وعارف غرضها كان ايه من البداية وبكده يبقى قادر يبعد نيان تماما عن حياته وعرفها ان ما فيش اي فرصة قدامها ولما بتنتهي المشكلة دي بيروحوا هم الاتنين علشان يطمنوا على ليو في المستشفى والحصن الحظ ان حالته بتكون تحسنت بشكل كبير جدا ولكن ما بيكونش هو ده الخبر الحلو الوحيد اللي مستنيهم لاننا بنشوف مع بعض جون وهو محضر مفاجأة لينا اللي اول ما بتدخل بتتفاجأ ببوكي ورد جميل جدا واول ما بتبص وراها علشان تشكر جون بتتصدم انه بينزل على ركبته وبيقدم لها خاتم في منتهى الجمال وبيطلب منها الجواز ولكن المرة دي بقى بشكل حقيقي فبتوافق طبعا وبيستعدوا هم الاتنين علشان يكملوا حياتهم مع بعض وبتبقى الصدفة جمعتهم مرة من ست سنين والقدر جمعهم مرة كمان دلوقتي وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام